اشتركوا في القناة وتعرف ايه المكونات اللي بالداخل وازاي قدرنا نعمل بتجاز من اقل تكلفة وبتكلفة ما شاء الله بسيطة جدا ولكن النار شديدة زي ما انت شايف وكمان تقدر تتحكم بزر الفيليوم ده نهد النار ونقدر نزود النار زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة في غاية الروعة وفي غاية الابداع والجمال انا عايز اخويا اللي بتابعني الان اللي دايما بتشرف فيكو بالتعليق بتاعك ياريت تعمل لايك وتشاهد معايا المحتوى للنهاية وكمان تقدر تعمل شاي وتعمل اي حاجة انت محتاجها بالطريقة الاقتصادية اللي بتكلفة بسيطة جدا هتقدر تعمل اغراضك بدون الحاجة للغاز وبدون الحاجة لانك تولى حطب او تعمل حاجة زي كده ياريت ما تروحش في اي مكان وتكمل معنا الفيديو للنهاية ويلا بنا على الشرح بسم الله الرحمن الرحيم انا كده شغال من المفتاح ده بقدر اعلي وبقدر اوطي زي ما قلنا في مقدمة الفيديو ولكن انا عايز اقول لحضرتك ان ده كابل الكهرباء اللي مشغل الجهاز ومشغل الكمبروسر اللي موجود بداخل الهوت اير انا عايزك تركز معايا كويس لان هنا في حاجة انا مش هقولك انا عملت حاجة غير تقليدية ولكن انا اتطورت وعدلت وعملت شكل جميل وفي نفس الوقت شدت انتباهك انك تعرف ايه المكونات اللي موجودة بالداخل انا هنا لو فصلت الكهرباء دي هتفصل معايا طب لو فصلت من هنا هتفصل معايا طب نجرب كده اهو مجرد مشلت الباور وفصلت الكهرباء فصلت معايا نهائيا كمان بقدر من الزر ده افصل وقدر اعلي وقدر اخفض حجم النار اللي بتبقى طلعه قدامنا تمام كده هنقول مع بعض واحدة واحدة وهنعرف دي جبناها منين وكل المكونات دي علبة كنزة زي ما انتو شايفين انا بس حطتها مجرد وسيلة ان هي ترفع معايا الشعلة علشان تنور ونقدر نعمل بيها الشرح بتاعنا هنفك بقى الجهاز كده مع بعض سريعا ونشوف انا ليه حطيت المكونات بالداخل بالرغم ان انا يفترض اخليهم برا ولكن انا حبيت اشد انتباه حضرتك انك تعرف ان الفكرة دي مش هتبقى نجحة بنسبة 100% الا بجهاز الهوت القديم يعني نقدر نجيبه من الخردة مفيش مشكلة ان انا اجيبه من الخردة واعمل منه فكرة اليوم هنفك بقى كل المسامير كده بالراحة سريعا علشان نبدأ نشيل الغطة ده نهائية هنبدأ نفتح كده باسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتو شايفين المكونات من الداخل عاملة ازاي نقرب شوية بقى كده على التصوير وعلى الكاميرا علشان نقدر نشوف ايه الجديد وايه الميزة اللي احنا قدرنا نعملها مش متوفرة في اي فيديو من الفيديوهات اللي قدرنا نشوفها على الانترنت كل اخواتنا اللي عملوا فكرة النار باستخدام بخارب البنزيم صدقني بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفير ربنا مش هتلاقى حد عمل بنفس التقنية وبنفس الفكرة اللي قدرنا نعمل بها مبدئيا انا اقدر اطلع كل الحاجات دي بره خلص كده اهو علشان يبقى الشرح واضح برضو قدام اخوتنا او الفكرة مكوناتها من الداخل عملة ازاي ده البنزيم وده المياه الموضوع ما فيهوش اي خطورة نهائيا نهائيا لان انا شغال على البنزيم باخد البخار بتاع البنزيم اغسله ودخله طبعا فيه المياه مش الاصل ان انا اغسله او افلتره لا الاصل ان يبقى فيه صمام امان ما بين النار وما بين البنزيم وهي المياه يستحال ان النار تدخل في المياه وتطلع من المياه تروح للبنزيم تاني زي ما انتو شايفين اهو الفكرة قدامك كلنا شفناها على الانترنت ولكن انا حبيت اضيف لها افضل تطوير من وجهة نظري انا الشخصية المتوضعة ان انا قدرت اطور ان انا اشغل من خلال الزر ده لكن كلنا شفنا على الانترنت الناس شغالة من الزر اللي موجود قدامك ده انا هنا عايز اعرف ايه الجديد في الفكرة بتاعتي طالما ان الفكرة دي موجودة على اليوتيوب عايز اقولك اهم حاجة موجودة عند جديدة ان الزر ده بقدر اتحكم منه في النار اقدر علي او اخفض النار برحتي الاول كل اخواتنا اللي شفناهم على اليوتيوب كانوا شغالين من القطعة دي بيقدر يخفض ويقدر يزود النار زي ما هو عايز ايه الخطورة في دي وايه المميزات في الزر اللي احنا قدرنا نعمله اولا زر التحكم عندنا هنا بيتحكم في ضغط الهواء بتاع الكمبريسر طب انا هنا لو الكمبريسر ده او الضغط اللي انت شغال عليه بيضغط الهواء عندك يفترض انه هو شغال بيضغط طب لما انا اقفل من هنا ايه اللي هيتم ممكن يحصل عندي انفجار في الخطوط اللي قدامي ممكن الازالة دي تتفجر او التانية تتفجر من ضغط الهواء لكن الافضل والاقيم وهذه الحاجة الممتازة اللي موجودة في فيديو اليوم ان انا بقدر افصل من ضغط الهواء واقدر ازود باستخدام ضغط الهواء نفسه مش من اني اقدر اكتم ضغط الهواء دي ميزة ممتازة جدا يا رب اكون قدر توصلك المعلومة والتركاية اللي هي مش موجودة في اي فيديو تاني بفضل الله انا لما بوصل كده اهوا معروف ان مفروض ان ده الضغط بيشتغل انا بعلق وبوط من هنا لا انا ماليش علاقة بدي نهائي انا ماليش علاقة بدي نهائي ودي الطريقة الامنة اللي تخليك تعمل بتجاز بالشكل ده وانت بستريح انا هنا بافتح من الزر اهو زي ما انتو شايفين بدأ الضغط يشتغل اهو والهواء يشتغل بالشكل اللي انتو شايفين انا هنا باولع زي ما انا عايز اولع باولع النار زي ما انتو شايفين شديدة عاملت زي بسم الله واشاء الله تمام اهو اقدر ازود اقدر اهدي اقدر افصل نهائي باستخدام الزر اللي قدران انا ماليش علاقة بدي انا قلت قبل كده وشوف ان انا لما اقفل من هنا فيها خطورة ان دي تتفجر مني نتيجة لضغط الهواء اللي جاي عليها فان دلوقتي بقدر ازود واقدر اهدي من هنا والطريقة تبقى امنة بالنسبة لي بنسبة 100% نيجي بقى هنا نشوف احنا عملنا ايه علشان لو في حد اول مرة يشوف يقولك الازايز دي فيها ايه طب هي النار دي مش ممكن تروح للبنزيم انا بقول لحضرتك ان النار دي مستحيل تروح للبنزيم لان انا بخار البنزيم بيمر فين الاول بييجي هنا يدخل في قلب المياه ويطلع لي من قلب المياه على الخرطوم الرفيعة ده وييجي هنا في حد هيقولي طب انا ممكن امسك دي بايدي انت شايف ايدي فين انا مسك بايدي فين على حرف النار اه مش عايز اقولك انا كده مسك النار وما فيش اي خطورة ودي بلاستيك على فكرة دي نفسها بلاستيك مسحتش مني ولا جرالها اي حاجة زي ما انتو شايفين هنا فيه فاصل النار اهو يعني ممكن اعدي ايدي كمان منه اهو بسم الله ما شاء الله ما فيش اي حاجة نقول ان هي هتسخن الخرطوم ده او تروح للبنزيم اللي موجود معنا دي كانت فكرتي بس الاول هنفصل بقى كده ثانية ونوضح لكل اخواتنا اللي اول مرة يشوفوا الفيديو الجديد عندي ان انا بقدر اتحكم باستخدام المفتاح فيه كهرباء الضغط بحيث اقدر ازود الكهرباء واقدر اهد الكهرباء بحيث ما يحصلش عندي انفجار في الخطوط طالما اني بتحكم فيه مصدر ضغط الهواء وده الجديد اللي بفضل الله قدرنا نعمله ولو فيه اي حاجة مش واضحة على اخواتنا ياريت اكتبها في التعليقات نقدر نوضحها لك الفيديو القادم بدون اي مشاكل وما تنساش تدعمنا بلايك وتشرفنا بالاشتراك وتنتظرنا الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة